إيه اللي حصل خلال اليومين ثلاثة اللي فاتوا؟ خلينا نبدأ دايماً بأول فقراتنا حق اتصاد فجأة ظهروا فجأة ظهروا مع خسارة النادي الأهلي لمباراة السوبر الإفريقي وسبحان الله تاني يوم اختفوا تاني يوم مباشرة معرفش يعني فيه ناس ظهرت بعد هزيمة النادي الأهلي من اتحاد العاصمة في مباراة السوبر تاني يوم سبحان الله من عند ربنا والله العظيم ثلاثة سبحان الله تاني يوم الناس دي اختفت طول عمرنا بنقول يالية الإعلام والشخصيات الرياضية تكون أكثر حرصاً في كلامها في كلامها بشكل عام يعني مش بس كلامها عن النادي الأهلي ولكن بشكل عام النهاردة يوم لك ويوم عليك لكن انك تشوف الناس اللي بتكون مختفية عشان اخفاقات فريقها تطلع وتنظر وتنظر على أو تتنظر على النادي الأهلي طب النادي الأهلي بيخسر في مباراة كبيرة ببطولة بأخطاء تحكمية فجأة حتكلم عنها الحقيقة هدف صحيح ملغي ضرب الجزاء صحيحة غير محتسبة مع ان زيها بالضبط في نفس المباراة ونفس طاقب التحكيم حسبها للتحاد العاصمة ولكن سبحان الله تاني يوم الظهر اختفت كل هذه الشخصيات يمكن كانوا متأثرين بنتائج فريقهم ولكن مرة تانية اتمنى ان الكل يركز مع فريقه انا متفهم جدا جدا مهمة اتا ما عندكش فرحة فريقك بيعملها فانت بتنتظر خسارة النادي الأهلي عشان تفرح وتتبسط فاحنا كده كده النادي الأهلي بيبسط مصر كلها عشان كده دايما المقولة اللي بتتقال ان النادي الأهلي بيبسط مصر كلها النصيحة انك تركز مع فريقه كل واحد يركز فريقه وشد حيلك علشان لو انت مش في دول الأبطال ترجع دول الأبطال شد حيلك علشان تنافس النادي الأهلي لانه النادي الأهلي عارف كويس جدا لما بيكون في خسارة بيكون في تصحيح للأخطاء انا ببص النفسي وانا هتكلم مع حضراتكم عن المباراة واخطاءها وكل شيء دلوقتي بنبص لنفسنا وما بنبصش لاي حد تاني لما اجي اقول هتقول لي ما انت قابل تقول التحكيم اه هي الكرة واضحة كرة بتاعة التحاد العاصمة اذا احتسبت ركل الجزاء فلازم الكرة بتاعة كهرباء تتحسب ضرب الجزاء وده خطابي الاعلامي دايما انا بتكلم مع حضرتك دلوقتي زي بكرة زي مبارح زي كل يوم هو هو نفس الكلام دايما اسلوبنا وطريقتنا بمبادئ النادي الأهلي انا عمري ما حخالف تقاليد النادي الأهلي عشان ارد على حد فمثلا الاقي البعض يقولك ايه انقذوا النادي الأهلي الحقوا النادي الأهلي والنادي الأهلي ايه اللي حصلوا والنقطة دي نقطة مهمة جدا كوني اخسر مباراة ليست نهاية المطاف ولكن بعيدا عن الاخطاء التحكمية الوضحة والصريحة والتي كانت سببا كبيرا وده حيودينا المواضيع اخرى كانت سببا كبيرا في خسارة النادي الأهلي هذه البطولة ولكن اذا كان هناك بعض الاخطاء الفنية عندي نتكلم عنها جمهور كل تكلم عنها والنقاد كل الناس تكلمت عن الاخطاء اللي موجودة ولكن انت لعبت شوت تاني بتلعب في 18 الفريق اللي قدامك في 18 اتحاد العاصمة بتلعب كنت تقدر تجيب جون واثنين وثلاثة واربعة ولكن تشاء الظروف ان تكون زي ما مارسيل كولر قال هذه هي الهزيمة علشان تفوقنا خلال المرحلة القادمة مش اكتر من كده انا شخصيا وارجو يعني انا وجمهور الاهلي الحقيقة خلال الفترة اللي فاتت عندنا حالة من التجانس واضحة جدا ان احنا لما بنيجي نتكلم لو فاكرين مباراة كل شوية حنتكلم عن هذا الامر لانه كان امر مهم جدا لو فاكرين حضراتكم مباراة الاهلي وصان داونز وتكاتف الجماهير مع الادارة مع قرارات الادارة الهادئة في ذلك الوقت مع قرارات المدير الفني مع عودة الروح لللاعبين مع وجود الجمهور والاعلام الاهلاوي كله وحطنا دينا في اقدم بعضه وتكاتفنا خدنا هذه البطولة اللي احنا خسرنا فيها خمسة اتنين في نهاية الامر خدنا هذه البطولة دلوقتي انا بقول لحضراتكم وحالة التجانس دي واضحة عندنا اخطاء عندنا اخطاء اتكلمنا فيها كل مصر اتكلمت في اخطاء الفنية اللي موجودة في النادي الاهلي ولو تفتكروا في هذا المكان وفي هذا المكان انا قلت لحضراتكم ان هذه المباراة واحدة من اصعب المباريات ونسبة النادي الاهلي الناس كانت تقولك ايه 70-80% النادي الاهلي حيفوز لا انا قلت لحضراتك هنا وانا قاعد على الكرسي ده ان نسبة المباراة برفع ايه 50-50% عمر ما طلع من هنا من البيت الكبير ان النادي الاهلي نسبته اعلى لان انا عارف مثل هذه المبارايات وعارف ان المباراة الاولى دائما ما بيكون فيها امور صعبة فاقولك ايه النادي الاهلي ايه اللي حصل يا جمال اتغلبنا مباراة ببطولة طبعا حيكون هناك عقاب اكيد مليون في المية من كابتن خالب بيبو مدير الكورة ومجموعة العمل اللي موجودة ولكن خلاص الموضوع انتهى يعني حتى لو كنا كسبنا والنهاردة كنت هحتفل مع حضراتكم كمان شوية وبعدين اقولكم ايه نقفل نقفل السطر ده ونبص ليه ما هو قادم فعشان كده انا بقول لحضراتك الموضوع انتهى اتغلبنا عندنا اخطاء حضراتكم عارفين ان هناك من يصحح الاخطاء داخل النادي الاهلي وبالتالي قفلنا الصفحة خلينا نبص ليوم الثلاث عندي مباراة مع بداية الدور يوم الثلاث فعشان كده انا بقول لحضراتكم لا تنظروا لمثل هذه الاراء لا تنظروا لمثل هذه الكلمات المحبطة ايه اللي حصل اتغلبنا في مباراة السوبر هارد لك للنادي الاهلي مبروك لنادي اتحاد العاصمة فوزه على النادي الاهلي كبير افريقيا وده مش كلامي ده كلام عبدالحق بن شيخة ولما كانت كابتن محمد يوسف قاعد هنا قال ان الرجل ده بيلعب كورة وبيعمل كذا وبيشتغل على الحماس وكذا 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 كل الكلام اللي قاله كابتن محمد يوسف وقاعد هنا حصل في هذه المباراة كنا ممكن نكسب في اخر او نتعادل في اخر ثانية وتعود المباراة مرة اخرى ولكن تشاء الظروف ان يعفوز اتحاد العاصمة الف مبروك هرد لك للنادي الاهلي اللي جاي افضل جمهور جمهوره ده حماه هي دي الكلمة المزبوطة اللي لازم تتقال فيه مثل هذا التوقيت جمهوره ده حماه حضراتكم حما النادي الاهلي مش حد تاني مش انا ولا فلانه محدش تاني حضرتك اللي حما النادي الاهلي حضرتك الجمهور اللي بتبقى زعلانهم متدايق وبتموت نفسك عشان خاطر النادي الاهلي عشان كده احنا عندنا قدرة وعية عندنا جهاز فني واعي عندنا لعبين محترمين عندنا لعبين يا ما عارفين كويس جدا 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 ان هذه الخسارة تمثل حزن كبير جدا للاعبة جمهور النادي الاهلي وبالتالي هيعملوا خلال الفترة اللي جاية ان شاء الله ان شاء الله على تعويض هذه الخسارة هو ده اللي انا اقدر اقوله ولكن تعندك افضل سكواد موجود في مصر هو في افريقيا افضل سكواد موجود في مصر هو في افريقيا النادي الاهلي مش بشهادة اسلام بشهادة الجميع امام عشور وردة سليم نالهم انتقادات كبيرة جدا ولكن مافيش مشكلة لعايز ينتقد اداء ما عنديش مشكلة ولكن الاتنين لعبة جمدين جدا الاتنين لعبة جمدين جدا وحيستفيد منهم النادي الاهلي من الناحية الفنية بشكل كبير جدا 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 انا عارف ان حضراتكو زعلنين والله يعني من بعد المباراة لغاية دلوقتي الواحد حتى ما له نفسي أنا شخصيا يعني أنا كجمهور ولكن خلاص ماتش انتهى اتغلبنا اللي بعده حنشوف الأخطاء اللي عندنا ايه ونصلح عشان ماتش المصري ثم أفريقيا دوري أبطال أفريقيا دوري الذهاب ثم العودة مرة أخرى تلعب في الدوري وبعد كده سوبر الأفريقي الدوري الأفريقي الممتاز وهكذا الدنيا هتمشي فلازم كلنا نبقى في ظهر نادينا لازم كلنا نبقى وقفين في ظهر جهازنا الفني ولعبنا لازم نبقى وقفين في ظهر إقدارتنا المحترمة وأنا متأكد أن دا دايما بيحصل عموما كنت لازم أتكلم مع حضراتكم في هذا الأمر لأن رأيت بعض الأصوات بتتكلم تقولك إيه الحاول نادي الأهلي وقع مين دا اللي وقع؟ نادي الأهلي ما بيقعش نادي الأهلي اتغلب في بطولة للسوبر ولكن القادم أفضل وأنا مع حضرتك أنا هو مع حضرتك سنة اللي فاتت لما كنت بقول كده بعد مباراة سانداونز بعض الأصوات الأهلوية اللي على دماغي من فوق والله ما عنديش أي مشكلة طالما أصوات أهلوية قالك إسلام طلع يطبل وإسلام طلع يقف للإدارة ويقف للجهاز الفني ويقف لللاعبين أبدا أنا كان عندي قناعة بكل كلمة كنت بقولها أن أنا عندي أفضل سكوات في مصر ساعتها كمان أفضل سكوات في مصر أو أفضل لعبين وأفضل جهاز وأفضل إدارة في مصر والحمد لله ربنا كرم وكل الناس حتى منهم الأصدقاء القريبين مني يكلموني بعد كده أقولوا لإسلام أحنا أسفهم متزعلش بطولهم أنا ما بزعلش من الأهلوية الأهلوية على دماغي يقولوا اللي يقولوه ويعملوا اللي يعملوه وينتقدوا زي ما ينتقدوا لأنه حقهم حقهم أنه هم يعملوا كده طالما أهلوية لكن بعد ما لا يشجع النجل آلي تحرين طلعوا طلعوا سبحان الله الله يا أخي ربنا دايما كبير سبحان الله اتغلبت في بطولة لأسباب تحكمية واضحة أسباب تحكمية واضحة ولكن سبحان الله من الساعة 11 بالليل أو من بعد هزيمت النادي الأهل الغاية الثاني يوم الساعة 4 الناس عملا تقول كذا 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 الساعة 4.5.6 كده كانت الناس سكت